الآن وبعد يومين تم السمح لطواقم الإسعاف والهلال الأحمر بيت توجه إلى مخيم نور شمس وهذه المشاهد إذن قوات الاحتلال تغادر المنطقة ومخيم نور شمس بعد يومين من الاقتحام والحصار المطبق على مخيم نور شمس هذه المشاهد أمامكم مشاهدي متابعينا بدأت السيارات تدخل وهناك نشهد حركة في هذه اللحظات لسيارات وأيضا المواطنين إذن مواطنين مباشرة بعد خروج قوات الاحتلال والانسحاب بدأ المواطنين يخرجون إلى مخيم نور شمس مسنتت المخيم نور شمس بعد يومين من الحصار إذن انسحاب كامل للمخيم نور شمس المواطنين يهرعون إلى مخيم نور شمس لمشاهدة ماذا خلف الاحتلال خلال هذه يومين لكن نقول لكل المواطنين الحذر ثم الحذر عدم التوجه مباشرة خوفا من أن يكون هناك قناصة لا زالوا في العمارات المجاورة لمخيم نور شمس إذن المواطنين يهرعون مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال باتجاه مخيم نور شمس كما نشاهد أمامنا بعد يومين كاملين من الحصار على مخيم نور شمس وسنشاهد وإياكم مشاهدين ومتابعين هذه المشاهد المشاهد المباشرة هذه المشاهد المباشرة لقوات الاحتلال بعد الانسحاب إذن انسحاب قوات الاحتلال الآن وكما نشاهد أمامنا المواطنين يهرعون إلى مخيم نور شمس كنا أكثر من أربعين ساعة من الإغلاق والتضييق على مخيم نور شمس تدمير وتخريب وأيضا تدمير للبنى التحتية انسحاب كامل لقوات الاحتلال الآن من مخيم نور شمس بعد يومين من بدأة الحركة تدب فيه والحياة تدب في هذه المنطقة ومخيم نور شمس بعد انسحاب قوات الاحتلال يعني كان هناك انتظار بعد غياب وكما قلنا صورة ومشهد قاتم على مدار يومين كاملين من الحصار على مخيم نور شمس إنهرعونة لمشاهدة ما فعله الاحتلال على مدار يومين في مخيم نور شمس اعتقالات تحطيم مواطنين وهنا كما نشاهد هناك أيضا تحطيم وكما كنا في منطقة التحقيق الميداني مراكز ثلاث مراكز تم فتحها لقوات الاحتلال للتحقيق الميداني بعد اعتقال المواطنين من ابناء مخيم نور شمس عدا تفجير المنازل وتدمير البنى التحتية إذن هذه المشاهدة الحية والمباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس يعني هناك فرحة لعدم إذن صورة ومشهد مباشر من مخيم نور شمس نرى أثار الدمار من الآن كما كنا يهنؤون بعضهم البعض في هذه اللحظات بعد انسحاب قوات الاحتلال مباشرة من مخيم نور شمس هذا هو المشهد أمامنا فرحة فلسطينية وخروج أبناء المدينة والمخيم للاحتفال بخروج قوات الاحتلال التي لم يعتبروا أنها لن تحقق نصرا ولم تنل من المقاومين إذن هذه إذن مشاهدة المتابعين هذه الأصوات وكما نشاهد فرحة فلسطينية بأن قوات الاحتلال لم تحقق غرضها من عملية الدخول إلى والاكتحام لمخيم نور شمس مشاهدين متابعين مشاهدين متابعين نرى التدمير بداية التدمير والخراب الذي خلفه الاحتلال من عملية التبجير وكما كنا سحب الأبواب وتدمير البنى التحتية في داخل المخيم محلات تجارية تم سحبها بالكامل وتدميرها نشاهد أيضا المياه المتدفقة في الشوارع نتيجة ضرب شبكة المياه في داخل المخيم هذه المنطقة التي تم جرفها لأكثر من مرة لكن تعود قوات الاحتلال وتدم جرفها مرة أخرى يعني فرحة فلسطينية بعد انسحاب قوات الاحتلال والتأكيد على أن الاحتلال لم يحقق شيئا أو نصرا في عملية الدخول أو نيل من مقاومين يعني هذا المشهد كما نشاهد فرحة خروج المواطنين بعد يومين من الحصار المطبق على مخيم نور شمس هنا نشاهد كما كنا بأنها تكون بخلع الأبواب وسحبها بالجنازير من جبات عسكرية وتدمير شامل للمخيم والمحلات التجارية في مخيم نور شمس يعني هذه مشاهد دمار خلفتها قوات الاحتلال أثناء حصارها مخيم نور شمس على مدار يومين وعدى عن التحقيق الميداني والضرب المبرح للمعتقلين الفلسطينيين أبناء مخيم نور شمس أبواب المحلات التجارية تم تدميرها بالكامل بيوت شوارع بنى تحتية كهرباء مياه وهنا كما نشاهد يعني كل ما نراه هو تحت إطار التدمير الذي خلفت قوات الاحتلال أثناء تواجدها وحصارها وإغلاق مخيم نور شمس على مدار يومين كاملين يعني هذا هو المشهد أمامنا خرج المواطنون مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذا المخيم الذي بقي على مدار يومين يواجه الاحتلال في هذا المشهد وهذه الصور المباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال كما قلنا هناك تدمير شامل كما نشاهد هنا محلات تجارية أيضا شاهدونا محلات تجارية تم تدميرها مشاهدين ومتابعين في هذه اللحظات في هذا البث المباشر أيضا تدمير شامل للمنى التحتية محلات تجارية تم تدميرها بالكامل في هذه اللحظات كما نشاهد أيضا محلات تجارية تم سحب الأبواب وتدميرها بالكامل الهدف الرئيس هو تدمير الاقتصاد الفلسطيني وأيضا تدمير البناء التحتية في داخل هذا المخيم هذه الصور والمشاهد لتدمير محلات شوارع بونة تحتية عودة مرة أخرى لقوة احتلال حصار مخيم من الشمس على مدار يومين كاملين عن الدمار وكارثة جديدة لنكبة جديدة في هذا المخيم يعني هل مشاهد أيضا محلات سوبر ماركت وأيضا أسوار أيضا تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين هذا الشارع وهذا منطقة المركز الرئيسي ومركز الدمار الشامل تعرض لكثير من التدمير حرق نسف بيوت ومحلات تجارية وأيضا منازل بالإضافة إلى كما قلنا تدمير شامل لكن نعود ونؤكد بأن هناك رغم كل ما حدث هناك ضمار شامل في داخل المخيم اعتقالات لمواطنين أثناء على مدار يومين من الحصار البطبق على مخيم نور شامس تعرض العديد من المنازل والبيوت لضمار شامل كما نشاهد البنى التحتية المياه الكهرباء وأيضا قطاع الاتصال الاتصالات أيضا أثناء اكتحام كوات الاحتلال وأيضا إغلاق المخيم على مدار يومين متواصلين هذه المشاهد كل في كل مرة نشهد تدميرا جديدا وعنوان للكارثة في داخل هذا المخيم نتيجة هذا الاحتلال ولكن هناك رغم كل ما نشاهده هناك فرحة فلسطينية من قبل المواطنين هنا تدمير المحلات التجارية شوارع وبنى تحتية وأيضا العديد من المنازل التي تعرضت بالقصف حرق أيضا مشاهد الحرق وبالإضافة نشاهد أمامنا نتائج التفجيرات التي يمارس قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام نعود مرة أخرى يعني مشاهد كارثية مشاهد كارثية تؤشر على مدى الحقد الإسرائيلي في تفريغ حقده بعد اللطمن التي نالها في السابع من أكتوبر في غزة يعني هذا هو المشهد الحاقد السوداوي الذي تفرغ قوات الاحتلال من خلال التدمير الشامل للبنى التحتية والبيوت والمحلات التجارية خلال اكتحامها لمخيم من الشمس على مدار يومين كاملين يومين من حصار المطبك يعني مشاهد حياة لنشاهد نتحدث مع بعض المواطنين يعني قبل قليل تم نسحب قوات الاحتلال يعني مشهد في كل مرة يمعن الاحتلال في القتل وأيضا الدمار الشامل للبنى التحتية مثل ما انت شايف بعوض الله يعني بنقدرش نقول لحسب الله ونعم الوكيل بس كيف كانت الأجواء خلال اليومين؟ أجواء رعب يعني أجواء ما بيعلم بيها الله رب العالميا يعني الجيش فايتين طلع علينا على البيت تفجيرات كمان تفجيرات نعم تفجيرات تفجيرات قوية جدا يعني صار تفجيرات قوية جدا هل منجرة؟ محل الألمنيوم محل الألمنيوم اه تم تفجيره كمان أيضا زراع العبوات هون مثل ما انت شايف نعم اذا بتقدرش صور هون نعم حط حوالي فوق الاربعين خمسة واربعين عبوة هون نعم وكله يا ابن حلال محل محل ما فيش استعاب يعني طلعونا من البيت كان بنا نعمل بقوع كبير نعم 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 بقوع كبير وطلعوا من البيت طلعونا من البيت وفجروها مثل ما انت شايف المحل يعني والدمار اللي سابني والوضع والحمد لله رب العالمين يعني ما بنقدر نقول لها الحمد لله رب العالمين على الصراء والضراء الحمد لله على سلامتكم إذن هناك تفجير عبوات كبيرة جدا في داخل مخيم وهذه المشاهد كما قلنا مؤلمة جدا وكارثية خاصة في ظل تدمير شامل لمعظم المباني والأحياء في داخل هذا المخيم ونشاهد أيضا على الأرض مشاهدين متابعين القنابل التي استخدمتها قوات الاحتلال في عملية التدمير للبيوت وتفجير البيوت والمحلات التجارية يعني هنا نشير بأن مخيم نور شامس أصبح مخيم منكوب بممارسات الاحتلال نشاهد أمامنا عملية التدمير والتفجير للمنازل والحرق في داخل منازل المواطنين في مخيم نور شامس هذه المشاهد التي تعودنا أن تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا تدمير تفجير خلع محلات تجارية وحرق أيضا للمنازل يعني المقصود هو تفريق الحقد الاحتلالي في داخل يعني حتى هذه اللحظة نشتم رائحة الحريق وأيضا تم إطفائها قبل قليل يعني نريد أن نتحدث يعني ما حدث بالضبط هنا طلعنا من الضار من يومين لما كانوا في اشتياح كانوا قوات كبيرة هجبنا طلعنا من الضار خفنا جينا الصبع عليها الكناح بعدها النار مولع جينا طفناها أنا وأخوي هسا ضمار شامل الكناح ضمار ضمار لا إنا دخل بحدا ولا مليجي بحدا ولا إنا بمقاومين ولا إنا بإشي طلعك بدمرونا ولا حدا رح يتعرف علينا صور شوف طلعنا يعني كيف كان المشهد على مدار يومين يعني خوف ورؤى بأيضا تفجير وضمار شامل وحرق للبيوت كل إشي بتتخيلوا عنه جيش قذر بأعمى معنى الكلمة حرمية سرسرية ما خلوا إشي إلا سركون هبوب المخيم يعني زي ما إنتي شايف بحركوا الضار وصاحبها موجود جواتها شو بدك تتخيل من جيش زي هذا تعرضتوا للضرب كمان أيضا كانوا يعتكل المواطنين ويتعرضوا للضرب بس الحمد لله يعني بنقول الحمد لله جيش قذر أكثر من هيك ما بنقدر نحكي هم محاصرين من بالليل من يوم تلليل خميس باليوم تأجوا عنا من بالليلتين إنه ليلتين لخميس بالليل من ساعة 12 بالليل لهسه هو ما حدا دريان عنا ولا حدا سأل ما في تحرك نهائي كان خلال اقتحابه المخيم اللي بطلع من هول والي بيقوت عالدار هاي والي بيقوت عاي والي بيضرب ضربوا أبوي أخذوا أخوتي طبشوا الضار عجبوا ولا حد سأل فينا إلا لهذا تطلعنا ونزلنا شوفنا بعيننا هيا تك صوروا شو خلها الناس تتفرج عنه طيب شو تكون للعالم هذا في ظل هالجرائم اللي ترتكر ولا بدأ كل عالم ولا للناس أنه على الفاضي الكل على الفاضي الكل لأنه هذا الكل هبب يعني ما سمحوا للإطفائي نتيجة الطفة قالوا فيش تنسيك مع الدفاع المدني طبي احتفظنا حتى الإسعافات يتم التنسيك مع صليب الأحمر ولا يسمعوا لها حتى ما سمحوا لها للإطفائي نتيجة الطفة في الدور اللي ولعوها قول لياتها شكل عام بمكون الحمد لله بس الحمد لله على سلام طيب إذن مشاهدين متابعين هذه المشاهد الحية والمباشرة من داخل منازل تم تفجيرها وحرقها بالكامل في داخل مخيم نور شمس تفجيرات وأيضا كما قلنا صور ومشاهد مؤلمة وكارثية يعني هذا المخيم يعتبر مخيم منكوب وأيضا صور ومشاهد حية لهذه الحرق دون الله يفوتوا يطلعوا اليهود يفوتوا يطلعوا جباب ناكلات جنود جرفات يوقفوا باب الضار الضار يبدو يفوتوها ما يدكوش الباب لا يمحهم ما يفتح أدوات يفتح للباب يفجروا الباب ويففوتوا من غير أي شيء ولا حسيب ولا ركيب المخيم تقول لهم مع أنه ما حد أجبيهم يصرحوا ما حذروكم سابقا من الخروج دخلوا مباشرة دخلوا مباشرة وفتشوا الضور اللي فيه سرقة نسرك المصارين سركت الذهب نسرك خمس تلاف شكلين كاملين من الضار من الحكناش نخبي إشي يا زلمي من الحكناش نخبناهم إلا دبوا علينا فوق روزنا من غير سابق انضار يعني الدنيا لي الوداوي واحد بخاف يطلع من غرفة بكي أنا محشورين بغرفة ومساعدين الباب خيفين نطلع شو بصير بره وحشية كاملة آه آه عالآخر عالآخر الوضع صعب 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 كدنا دك تكون صعب الخراف من زي الشو الحكي من زي الشو الليلة واحدة بالمخيم تسو عشرين سنة صعب صعب حياتنا إحنا الفلسطينية ماكلين هوا تعيشوا ماكلين هوا كل هالناس كل هالدول العربية عاشة ابأمان وما حدا جاي فيهم إلا إحنا الشعب المنكوب دائما إلا نتحمل اليهود نتحمل القصف نتحمل الأذى ونتحمل كل إشي الحمد للعشر لكم إذن الأذى والدمار واستقصاد أبناء مخيم نور شميس وكما قلنا هذه صورة وصور ومشاهد مباشرة من هذا المخيم الذي تم الانسحاب قبل نصف ساعة من الآن قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت دمارا شاملا وحرقا للبيوت والمنازل وتفجيرها كما نشاهد مشاهدي متابعين هذه الصور ومشاهد يعني حجة أعطيك العافية أنا بعرف أنه مؤلم أنا بعرف أنه مؤلم يعني الكلام يعجز أمام هول اللي منشاهده كيف كان عمدار يومين من الحصار المطبق والتفجير وأيضا اعتقال المواطنين الله يجبرنا الله يعيننا الله يعيننا على البلد اللي احنا فيه هذا بس الله يعيننا على البلد اللي احنا فيه يعني وضع مأساوي في داخل هذا المخيم في كل يوم وفي كل اقتحام يكون هناك تدمير شامل وحرق وتدمير بيوت ومنازل يعني يعني تدمير تدمير شامل حشرونا ثلاث شقق بغرفة واحدة ضمروا الدار كلها نهائية من هنا لفوق وإحنا محشرين بكلب الدار لأنه صمدنا بالدار حاولوا يطلقوه دا مطلعناش كنا لهم نحن ثابتون هنا ولكن اللي طلع من داره كل مقداره واللي ما طلعش من داره صمد من داره صمد الشعب الفلسطيني بي أكمله إحنا لا يمكن أن نتهجر كمان دور وكمان دور وكمان دور البنا بنبني وكل شي بتعوض ولكن أبنائنا لا يمكن تتعوض لا يمكن أن نهاجر من فلسطين ولا يمكن أن نقبل أي تدولة نحن صمدون بالمخيمات هاي المؤامرة لا يمكن أن تتب علينا مثل ما قالوا أبانا وأجدادنا هجروا من 48 لا يمكن أن تتقرر ونروح لاجئين عند الدول المبطط على إسرائيل إحنا قدمنا كل شيء ولكن صامدين على المخيمات وصامدين على أرطف للصيد لا يمكن أن نتهجر وشكراً لكل إنسان صحفي باشر وجه هين من أجل الشباب من أجل مخيم نور شمس ومخيم طول كريم وإحنا بنقول لهم ندمره ولكن الشباب بتعمل والرحمة الله على شهدانا والخزي والعار للدول العربية كلها الخزي والعار للوردن والمصر ولكل إنسان لم يساعد القضية الفلسطينية هؤلاء الأطفال اللي نموا تحت أحذية اليهود افوض على البيت وشوف البيت كله افوض والدار حمزة الله سلامتكم الله إذن مشاهدين متابعين هذه أصوات المواطنين في داخل المخيم الذين تعرضونا للقصف والتدمير وبالإضافة أيضاً إلى دار محروك أيضاً هناك بيوت كثيرة محروكة وأيضاً دمار شامل وتبنى تحتية تدمير بيوت وأيضاً منازل ومحلات تجارية حرقة حرقة فلسطينية لأبناء المخيمات الذين كلولا صامدونا لن نتحرك ولن نتزحزع رغم كل المآسي التي يعيشها يومياً جراء هذا الاقتحام يعني هذه المشاهد كما قلنا استمرارية للعدوان الإسرائيلي وامتداد للعدوان من غزة إلى الضفة الغربية لمخيم نورشامس مخيم طول كرم ومدينة طول كرم وكل محافظات الوطن مخيم جنين مخيم العروب ومخيمات فلسطينية تتعرض للتدمير والقتل بدم بارد وأيضاً صورة ومشهد بتفجيرات كبيرة جداً داخل المخيم ودائماً نقول أنه رسالة المواطنين الفلسطينيين بأنهم صامدونا في داخل هذا المخيم يعني عشتوا يعني عشتوا مشهد على مدار يومين كيف كان هذا المشهد مشهد مريب للغاية الحمد لله على كل شيء كله بتعوض فدى الشباب والحمد لله على سلامة الجميع كيف كانت السمع دوي الانفجارات والأيضاً إطلاق النار والحرق شيء مرعب للأطفال والناس المسنين هذا اللي صار الحمد لله على كل شيء الحمد لله على سلامة إذن هناك صورة ومشهد كما قلنا مقيت نعم إذن مشهد مؤلم وكارثي تمارسه وفي كل مرة تمارس الاحتلال وتمعن في عملية القتل وأيضاً تدمير الشامل للبنى التحتية في داخل هذا المخيم الذي صبض على مدار يومين كاملاً كيف شفت الوضع خلال يومين وانت في الحصار شو بتقول انت؟ هلا شباك في كنابل وزي هيك أشياء وفاتوا عدارنا الجيش أخدوا أبوي وعمامي وباك الوضع بيخوف يعني يعني دخول الجيش بيخوفكم ولا كيف انتو صامدين في المخيم لا هيك عادي صامدين إحنا مدلنا صامدين حمد لله على السلامة الله يسالك إذن مشاهد حقية مباشرة يعني صورة ومشهد مؤلم دائم أصبح مخيم من الشمس مستهزب من قبل قوة الاحتلال حصار على مدار يومين ولكن من أشد الحصارات والاكتحامات لهذا المخيم الحمد لله رب العالمين وانت هيك زي ما انت شايف ولا إشي هاينا كاعدين كل واحد إله أهل إله عيال إله ضار إله أبصر ياشي كاعدين نتفكد هاياتنا كل واحد هاينا دورنا كل ياتنا كل واحد عنده أهله كل واحد ضار أخوه ضار أبوه ضار عمه هاينا أنا ضارنا ضاري ضار أخوي ضار عمي ضار أختي ضار ولا ما عرفك شو بدي أعد تعدل لك كيف كان وقع الانفجارات وإطلاق النار وأيضا الحرق وخلع المحلات تجارية أيضا كمان وتدمير وتدمير ومحلات وحطوا لك مثلا خلا نقول المحلات زي هيك كل أتا في الجبات يسحبوهن وطلعوا يدمروا جوات مثلا المحلات مثلا اعجال أي إشي يجبوهن وحطوهن يفجروهن أولاد رعب خايفين الله يسلمكم الحمد لله السلام إذن مشاهدين متابعين أيضا من ضمن الشواهد الحية في عملية الاقتحام لمخيم نور شمس تدمير الله أكبر هذه أصوات مباشرة لن نركع هذه أصوات المواطنين في داخل هذا المخيم الذي يقول نحن صامدون في وجه الاحتلال مشاهد كارثية في داخل هذا المخيم وأيضا تم تفجير قاعة في داخل المخيم وكما قلنا لم يتركوا مكانا إلا وعاثوا فيه فسادا وتدميرا يعني هذه المشاهد المشاهد الحية والمباشرة سنتحدث مع الحجة حجة يعني يعني رعب ومشاهد مؤلمة وتدمير وإطلاق نار وتفجيرات والله متنى والله متنى مبيرة فاتوا علينا من فوق باب الفكانة وخرب الدنيا كلها فوقوا عندي هنا اعتكلوا ناس كمان اعتكلوا أولادي عماد ورحمد اتعرضوا لتضرب أيضا كمان لا مضربوهم مش أقول لك أضربهم لعم طب كيف صوت القنابل وأيضا أولادنا أولادنا ماتوا مواتا من خوف من خوف راي شو اللي تحكي عمي إنه أخفت عننا عدار أخد أبو وي وعن محمد أه انت خفت خاف مشاهدين متابعينها هذا هو المشهد كما قلنا هناك شواهد من خلال جولتنا في هذا البث المباشر في داخل مخيم نرشمس تدمير بالكامل كما قلنا للمنى التحتية شوارع محلات تجارية ومنازل في كل مكان هناك كوارث دامية في داخل البيوت والمنازل ومحلات تجارية في داخل مخيم نرشمس وكما قلنا في رسائل سابقة بأن هناك انقطاع للتيال الكهرباء على مدار 12 ساعة خلال عملية الاقتحام يعني مشاهد مؤلمة ولا نستطيع وصف ما نشاهده اليوم من هذه الكارثة في داخل مخيم نرشمس لكن هناك من الشهادات التي كنا خلالها قالوا لنا بأننا نصامدون في داخل هذا المخيم لن نتزحزح رغم كل الدمار وكل القتل الذي نشهده في هذا المخيم والحصار على مدار اسبوعين ولكن هناك أيضا تم تفجير قاعة لم تسلم قاعة أيضا من التفجير بيوت ومنازل أيضا محلات تجارية تم تفجيرها والبنى التحتية البنى التحتية كمان مشاهدين متابعينا في داخل المخيم تدمير سيارات مواطنين أيضا خلال عملية الاقتحام في هذا البث المباشر مشاهدين متابعينا مكملين معكم جولتنا من خلال شاشة الفجر الجديد مباشرة من مخيم نرشمس الذي انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نصف ساعة من الآن بعد حصار يومين مطبق عبود عبود يا ريد صورنا جوا كمان هذه المشاهد والتدمير الذي مارسه قوات الاحتلال على مدار يومين كاملين يعني كيف وجدت دويل انفجارات وأيضا قوات الاحتلال احنا ما كنا أجوا فاتوا الجيش علينا وطلعونا من الدار ما يخلونا حقولنا اطلعوا لأنه بدهم يفجروا الدار اللي بحدنا وطلعونا ورحنا عند الجيران مننا ولا تحت ورجعت على الدار الكيد دار ابني الطابق الاول والطابق التاني والتالث دار كلها مضمرة ولا ايش ضايل منها ولا ايش حصبي الله عليهم كيف كان صوت الانفجارات والرعب اللي كان المدار يوميني عن الحصار عشنا بعشنا برعب بحياتنا هيني سيرت أنا سيت بحياتي ما شفته اول مرة بعيشه حسبنا الله نعمل وكيل اكتر من هيك ما بحق اعتكلوا حدا من الشباب اه اخذ ولادي هاي ولادي هسا روحوا من مبارح ولادي معهم في منهم تعرضوا للضرب كمان المبرح من خلال عملية الاعتقال والتجواب الميجان اه طبعا بخلاص الامر الحمد للعسلام يهود ولا اكتر الحمد للعسلام يعني الكلمات لا توصف مشاهدين متابعينا لهذا المخيم المنكوب مشاهدين متابعينا ضمار شامل لمنازل حرق منازل وكل ما يتحرك في هذه الارض الفلسطينية وخاصة مخيم نور شمس نشهد في كل مرة مأساة جديدة وتدمير جديد للمنازل والبيوت والمحلات وايضا لم تسلم قاعة ايضا قاعة لمخيم نور شمس ايضا لم تسلم من عملية التفجير من خلال جولة الاحتلال المزاجية التي حكمها المزاجية اذا عصار مطبك على مخيم نور شمس على مدار يومين كاملين تفجير تدمير خراب وايضا اعتقال مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا بالاضافة الى ايضا ضرب والاعتداء على المواطنين في داخل بيوتهم واحتجازهم في غرف مغلقة واما الرحيل لكن المواطن كما نشاهد السيارات ايضا بتفجيرها سيارات خاصة بتفجيرها في داخل هذا المخيم وكما قلنا ان هناك الكثير من المواطنين التي اتعرضوا للضرب خلال عملية الاعتقال في ثلاث مراكز تحقيق تم انشاؤها لطبعا مخيم نور شمس نعود مرة مشاهدين مرة اخرى بان هناك ايضا لم تسلم قاعة من عملية التفجير في داخل المخيم كل شيء المنازل الشوارع الصرف الصرحي المياه الكهرباء وايضا كما قلنا القاعة كما لم تسلم من هذه او هذا المشهد الكبير الذي نشهده من خلال جولتنا من خلال شاشة الفجر الجديد في هذا البث المباشر تفجير تفجير منازل وايضا كما قلنا محلات تجارية طم سحبها بجنازير وتدمير ما بداخلها يعني هذه المشاهد في كل مرة وفي كل اكتحام يزداد عنفوان الاحتلال في التدمير وكما قلنا هذا المشهد ليس بجديد على مخيم نور شمس وانما هو الاكتحام الخامس في اقل من اسبوعين كما نشاهد هنا الدمار يعني هذا دمار وتعرض قبل هذه المرة لتدمير سابق ايضا مشاهدين متابعين هذا دمار كبير جدا ويشير بعنفوان وهمجية الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة على مخيم نور شمس وكما قلنا في هذا البث المباشر وهذه المشاهد الحية والمباشرة للتدمير الاسرائيلي المخطط والممنهج للقضاء على مخيم نور شمس ولكن شواهد وشهود عيام المخيم ومواطنين مخيم نور شمس قالوا لن يثنينا شيء التدمير القتل والتجريف والخراب لن يثنينا بل يزيدنا وحدوية وايضا انتصارا وتحديا اكبر في كل مرة هذا تدمير شامل يعني يجعلونا نشاهد غزة الان يعني هنا غزة وليس مخيم نور شمس هنا غزة كما نشاهد هذه المشاهد نشهدها ونراها على شاشة التلفاز في غزة وهذا المشهد اليوم في مخيم نور شمس يعني مشاهد كارثية وهذا المخيم يعتبر مخيم منكوب بكل معنى الكلمة تدمير بيوت ومنازل وشوارع وبنى تحتية وكل ما يتحرك في هذا المخيم تم تدميره يعني لا نستطيع الوصف لان الكلمات تعجز امام هذه هول هذه الجرائم وهذا الهدم الاسرائيلي خلال يومين على مخيم نور شمس بحصار مطبق يعني لا نستطيع اللي نقول يعني المواطن في داخل المخيم يقول كل هذا يهون امام شبابنا والحفاظ على شبابنا هذا الضمار لا يعنينا كثيرا ومن هم يهدمون ونحن نبني يعني لن يؤخر ولا نقدم في رسالتنا ومقاومة ابناء شعبنا صامدون على هذا المخيم لن نتزحزح يعني هذا اثار دمار شامل كامل في داخل المخيم مشاهدين متابعين كمان نؤكد انه خلال عملية الاكتحام الاسرائيلي لم تسمح للطواقم الطبية والاسعاف من الدخول الى المخيم على مدار يومين كاملين يعني حصار مطبق كامل اثار دمار بنية احتية وخراب يعني عن جد نحن نشاهد الآن غزة وليس مخيم نور شمس للأسف الشديد الاحتلال الاسرائيلي زادت من درجة العدوان على المواطنين ومن الواضحة المرة ان الموضوع هو ليس مطلوب او مقامل فلسطيني بقدر ما هو ايذاء للمواطن الفلسطيني الصامت في مخيمات تول كرم مخيم نور شمس مخيمة تول كرم لرفع الحاضن الشعبية عن المقامل الفلسطينية ان شاء الله رب العالمين مما شاهدنا اهلنا في المخيم صابرين صامدين ويبتغونا عوض الكريم وان شاء الله رب العالمين نقدر ان نخفف من اثر الضرر اللي عليهم موجود والحمد لله على سلامتهم جميعا يعني مهندس نحن نعلم يعني القضر الكبير جدا من الدمار اللي خلفت قوة الاحتلال ولكن وزارة الاشغال والبلدية وايضا يعني المزارة المعنية ولا تستطيع اللحاق بهذا الدمار اللي تخلف قوة الاحتلال رغم انكم تقومون بالواجب سريعا من اجل التمهيد ايضا وتسهيل حياة المواطن مبدئيا او او انيا اثناء فترة الاشتياح كمنا بالتنسيق مع طوفة محافظة الكرم ورئيس البلدية دكتور رياض عوض والاخ حكيم ابو صفي وكمنا بالتنسيق مع طواق من اشغال في المحافظات الاخرى سيتم استقدام آليات للعمل معنا ومساعدتنا في محافظة الكرم وتم الحديث مع القطاع الخاص الجميع ان شاء الله متعاون مهما كان حجم الدرس سنحاول رفع الدرس بقدر الامكان حسب المقدور وحسب المستطاع وان شاء الله رب العمين احنا قدها ان شاء الله اشكرك ويعطيكم بالعافية اذا وزارة الاشغال والبلدية والحكم المحلي والدفاع المدني والهلال هذا المشهد يعني يزيد الاما لابناء الشعب الفلسطين وابناء مخيم النور شميس كما قلنا هي صورة ومشهد لهذا الدمار على مدار يومين قامت بتفجير منازل محلات تجارية بجرفة الشوارع وايضا قطعة المياه والكهرباء عن مخيم نور شميس على مدار يومين يعني هذه المنطقة تعرضت العديد من التدمير خلال الاكتحامات المتواصلة للمخيم نور شميس دمار شامل للبنى التحتية بيوت منازل وشوارع وكل ما يتعلق بالحياة اليومية لابناء الشعب الفلسطيني يعني هناك صورة تشير بأن ماذا يقصد الاحتلال من عملية التدمير عملية التدمير ممنهجة هو حياة اليومية لابناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيم نور شميس هنا تعرضت لأكثر من مرة في عملية الشيح للتدمير المنازل والبيوت كما نشاهد دمار هائل جدا وكما قلت نحن نشاهد الآن غزة يعني هذه المشاهدية كما نشاهدها في غزة في هذه اللحظات وهو ونحن الآن في مخيم نور شميس يعني هذه مشاهد وإجرام نشاهد مدى الدمار وما خلفته قوة الاحتلال من تدمير وقصف لبيوت وآمنين في داخل هذا المخيم يعني نأخذ بعض الشواهد الموجودة أيضا هنا يعني كيف كانت ليلتين على مخيم نور شميس تدمير قتل استجواب ضرب مبرح للمواطنين وأيضا البنى التحتية بالكامل وبيوت يعني في عملهم هذا أول إشي الحمد لله الحمد لله لا الحجر بهمنا ولا إشي بهمنا والحمد لله كل هذا العمل بس مشان ثيروا الناس ضد أخواننا المقاتلين أو المناضلين اللي بدافعوا عن شرفهم وعن أنفسهم وعن وطنهم كل هذا العمل ما خلوا بيت ولا خلوا أي إشي إلا ما جربوا فيه وعملوا فيه ومع ذلك إلا أنه الناس متحضن أبنائها وأبناء شعبها وما زالت ما زالت الناس بتقول حسبي الله ونعمل وكيل في هاي الأعمال اللي بعملوا فيها كيف كانت أصوات الانفجارات وأيضا عملية التدمير خلال وجودكم وحصاركم يعني حصار مطبق كان على مخيم لو شميس على مدار يومي صحيح كان إرباك للي عندهم أطفال وإلنا برضو إحنا يعني من همجية يعني مستحيل هذا الجيش نظامي مستحيل هذا ما له في النظام ما هو جيش نظامي هذا جيش همجي بربري لو كان جيش نظامي يعني أنا لما أنت بتهدم بيتي أنا بودة أترك بيتي لمين بده أصفي بده أصفي مكر للمقاومين هذا اللي راح يصير أنت لما بتعمل هذا العمل أنت بتسمح للمقاومين أنهم يستخدموا بيتي مكر لما أنا بده أتهجر من بيتي وأروح أستأجر بيت أصبحت البيوت كلها تهجر للمواطنين للمقاومين بالأحراف يعني عملكم هذا بتساعدهم شكراً لكم على هذا العمل ويخلف عليكم على هذا العمل نتنياه يقول بأنه الجيش أخلاقي منه له الأخلاق أخلاق بعذب ناس كبار أخلاق بعذب أطفال وين الأخلاق؟ والأخلاق لما طفل زي هذا طفل زي هذا بسمع إنفجارات بين بيوت وين الأخلاق؟ إلك إيش عندي تعال ودي وراي كله تعال أنا بجيك بتحسب أنو إياك على طاولي تعال شو اللي إليك وشو اللي عليك ليش تتعمل هذا العمل؟ يعني هذه الصور والمشاهد المؤلمة والدمار هذه المنطقة تعرض لكثير من الدمار أنا كما قلت قبل قليل في رسالتي بأن أنا أشاهد الآن مشاهد غزة وليس في مخيم نور شمس يعني هذه المشاهد أشاهدها على التلفاز في غزة واليوم نشاهدها في مخيم نور شمس لكن هذا الرعب وهذا القتل وهذا الإجرام هل يعطي للمواطن في داخل المخيم بالتهجد كما تريد إسرائيل؟ بالعكس هذا كعب يربي أحكاد عند هاي الأطفال وما زالت الأطفال هاي بتظل تحقدوا حافظة هذا الإش بظل راسخ في ذهن الطفل حتى يكبر شو عملوا اليهود؟ شو ساولوا اليهود؟ بدوا يضطر الولد هاي يستد لأبوه ليستد لأخوه ليستد لبن جيرانه وإحنا كل آتنا هوا في هاي البلد أهل يعني أنت بتعبي أحكاد عند أطفال يعني شو يعني أنت بتقول عن حالك إنك عندك إنسانية وين الإنسانية اللي عندك؟ هاي إنسانية؟ هاي فيش أخلاك هاي ما في أخلاك عندك لو عندك أخلاك ما بتعمل هذا العمل لا عليش؟ عليش؟ شو فيه؟ ليش عملت هيش؟ وليش؟ ليش عمل فينا هيك؟ لأنه اللطمة والكف اللي أكلوه بالسابع من أكتوبر في غلاف غزة حتى هذه اللحظة يفرغون الحقد الإسرائيلي بالقتل والتدبير لمخيماتنا وشعبنا في كل مكان هذه هو الصورة وهذا هو المشهد الرئيسي إسرائيل تحاول أن تفرغ الحقد من خلال هذه اللطمة اللي حتى هذه اللحظة لم تصحوا منها لكن نتحدث أيضاً نتحدث عن الإنسانية يعني ما هي الإنسانية التي تحدث عنها أيضاً حكومة نيتانياهو؟ يعني إنسان لو عنده إنسانية ما بتعامل في هاي المعاملة ما بتعامل في هاي الأخلاق حتى الدين الإسلامي ما فيه معاملة زي هيت وين دينا وين دينكم؟ دينا سميح دينا بسمح دينكم بالعكس أنا اللي بشوفوا أنه دينكم كعب بس مقتصر ع الدم ع الدم بتكم تذبحوا وبتكم تقتلوا الأرض إلنا وين تجيتوا سطيتوا عليها ومع ذلك كنا ولا تضلينا إمين إحنا جريان وإحنا أهل وإحنا صدقاء وإحنا حبايب ومع ذلك ما خلتوا للمحب بذور ما خلتوا كنا نرح نسرح ونمرح ونرح نقعد إحنا وياكم وكنا آهل إحنا وياكم ما خلتوا فيها أهلية لما بتقتلوا أولادنا تذبح أولادنا وتجوعنا شو ضل فيها معجبك هذا الضمار اللي كعب يصير يعني أنا أنا نفسي يعني أنا معجبني هذا اللي كعب يصير والله وفي حتى الطفل هذا مش معجبه شو اللي كعب يصير الحمد لله على السلام يعني لسان حال هذا الرجل ولسان كل المواطنين الفلسطينيين في داخل مخيم نور شمس إذا استشهد مقاوم سيكون هناك آلاف المقاومين هذه رسالة للاحتلال الإسرائيلي دائما إذن مشاهدين متابعين مكملين معكم جولتنا في هذه التغطية المباشرة للجرائم التي ترتكبها أو ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم نور شمس على مدار يومين من الحصار المطبق حرائق تدمير حرق بيوت ومنازل كما نشاهد أمامنا تدمير كامل يعني بيوت محلات تجارية شوارع بنا تحتية كهرباء وكل ما يتعلق أيضا تم قطع الاتصالات عن مخيم نور شمس ومخيم طول كلم وبالإضافة إلى أجزاء من المدينة وأيضا هناك كان من خلال اليومين من الحصار على مخيم نور شمس كان هناك أيضا اطلاق على سيارة وأيضا اعتقال شبان إسرائيل لا تتوقف في إمعانها في قتل الفلسطيني أينما كان التدمير ظنا بأنهم سيبتعدون ولن يكونوا في هذا المخيم يعني المشاهد والصور تتحدث عن هذه المآسي المؤلمة التي يعيشها أبناء المخيم وفي كل مرة كما شاهدنا الرعب والخوف التفجيرات أطفال صغار ونساء وكبار بالسن يتعرضون لرعب وخوف في داخل هذا المخيم نتيجة الانفجارات يعني نحن في المدينة ونسمع دوي الانفجارات فما بالك من هو في داخل المخيم من هو في داخل المخيم وقريب من هذه الانفجارات إذن كما قلنا أعانى الله أهلنا في مخيم نور شمس لكن كما قلنا هذه سياسات إسرائيلية جيش أخلاقي بمعنى الكلمة تدمير ضرب حرق اعتقالات وممارسات إسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل المخيم نور شمس يعني جرائم ترتكب بحق أبناء شعبنا في داخل هذا المخيم حصار على مدار يومين تدمير بنى تحتية مي كهرباء صرف صحي بالإضافة لقطع طيال كهربائي وأيضا اتصالات وأيضا خلع المحلات التجارية تدمير كامل في كل مرة ولم ينالوا شيئا الحمد لله رب العالمين أهم شي سلامة الإخوان في المخيم جميعا سلامة الأهالي وهذا كله بتعوض بإذن الله تعالى يعني البيوت مش مشكلة لو انه هدمت لو انكسرت أهمش أن الناس يعني يكونوا في سلام وأمان والحمد لله رب العالمين يعني يهدمون ونحن نبني الحمد لله رب العالمين هاي أمور الحياة عندنا هيك يعني نعم 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 نحمد الله ونشكر على كل حال الحمد لله على السلام الله يسلم إذن يهدمون ونحن نبني لن نستسلم هذا هو شعار أبناء مخيم نور شمس مشاهدة متابعينا كما قلنا على مدار يومين كامل كنا في تغطية مباشرة من خلال شاشة الفجر جديد رسائل مهمة جدا كما قلنا بأن الاحتلال يمعن في كل مرة في عملية التدمير للبنى التحتية والبيوت والمنازل وإرهاب المواطنين في داخل المخيم ظنا منه بأن هناك ستكون هجرة جديدة لأبناء المخيمات لكن الرسالة الواضحة من أبناء المخيم بأننا مستمرون لن نستسلم ونواصل المشوار وسنبقى ثابتين على هذا المخيم وعلى هذه الأرض إذن مشاهد مؤلمة كارثية وهي دعوة للحكومة بأن مخيم نور شمس هو مخيم منكوب بالكامل يعني مشاهد كارثية في داخل هذا المخيم ومؤلمة بمعنى الكلمة يعانون المواطنون يعانون ولكن مستمرون كما قلنا في هذه التغطية من خلال شاشة الفجر الجديد في أجواء وجولة في داخل المخيم بعد انسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم بعد حصار دام لأكثر من يومين طبعا بطريقة بإطباق كامل وحصار مشدد مارست فيه قوة الاحتلال كل ألوان التعذيب والدمار والتخريب في داخل هذا المخيم يعني كما قال المواطن نحن نريد السلام والمحبة لكن لم يبكوا من هذا شيء وهذا لن يجعلنا نستسلم مهما كان حجم الدمار الذي نشاهده من خلال جولتنا مشاهدين متابعين حرق تفجير كما قلنا منازل وبيوت ومحلات تجارية أيضا تدمير سيارات خاصة يعني كما قلنا يقول المواطن شكع عمري ضع شكع عمري ضع لكن هذا لن يثنين عن الاستمرارية في مقاومة هذا الاحتلال والصمود على أرض المخيم رغم كل ما نشهده من كوارث وتدمير لكل شيء على أرض المخيم يعني مشاهدين متابعين هذا هو الاقتحام الخامس كما قلنا على مدار أسبوع عين أو في أقل من أسبوع عين على مخيم نور شمس ولكن هذا الاقتحام الخامس كان هو الأشد ضراوة والأكثر دمارا وحصارا لمخيم نور شمس تدمير وتفجير منازل سنعود هنا مشاهدين متابعين هنا قوات الاحتلال أيضا من ضمن ممارساتها النجم الإسرائيلية هنا يتم وضعها وكلمات باللغة العبرية ظنا منها أنها ستستسلم أو سيسلم أبناء المخيم لا ندري ما هو المكتوب ولكن هنا النجم الإسرائيلية الموجودة رسمت على جدران المخيم ولا ندري ما هي الكتابات ماذا يكتب على هذه لا ستتفسير هذه للمرة الثانية عريس عريس يجهز بيته للمرة الثانية كنا في الاقتحام السابق وصلنا إلى هنا ونشاهد كانت قوات الاحتلال كانت ضمرت هذا المنزل وهو عريس يجهز لعرصه ولكن هو دائما هذا الاحتلال يقتل الفرحة الفلسطينية الفرحة الفلسطينية ولكن مستمرون شاهدوا عبارات إسرائيلية عبارات إسرائيلية ونجمة إسرائيل تكتب في داخل هذه المنازل من قبل قوات الاحتلال هذه المشاهد في كل مكان يعني ماذا يريد الاحتلال من هذا الموضوع ومن هذا الاقتحام ومن هذه الصور والمشاهد التدميرية شاهدوا صور مشاهد وأيضا رسائل مهم جدا نعم يعني أيضا شقيقوا استشهد قبل فترة من ضمن الاشتياحات نعم في خلال الاشتياحات السابقة ونشاهد هنا التدمير هذا هو للمرة الثانية تدمير هذا المنزل لعريس لعريس يستعد للزواج ويحضر ويجهز منزله للزواج يتم تدميره للمرة الثانية وهو يستعد للزواج ويجهز بيته يعني هم يقتلون الفرحة أيضا قبل أن ندخل إلى المنزل يعني هذا الرعب وهذا الخوف يعني هذا الرعب والخوف على مدار يومين تدمير وقتل وقطع طيار كهرباء أومية يعني هل هذا بيخوفكم يعني؟ والله ما بيخوفنا بس والحمد لله الله غيرت حسبي الله وانعم الوكيل فيهم احنا أقوى منهم إن شاء الله ربنا معانا جاه رب العالمين كيف كانت الأجواء خلال اليومين يعني يعني نحن كنا نسمع دويه الانفجارات في مدينة طول كالفة بابا نفس الموصلين شو بدك تقول يعني الأجواء؟ آه والله ما حد أحصابه بايزة وحالته بالغلبي يعني هو حجر باكي ما هو الحجر كاعد تطلع بيشاسترو هاي ثاني مرة ولا الضار هذيش المرة شاو بيشاو هاي المرة كله جوا مكلبين هكلا بتفضل شبوت طيب يعتقلوا أحد من لا فيش مانين لأنا وانحلي ختيار الله يخليكم لبعض يا رب والحمد لله على السلام طيب تعالوا مشاهدين متابعين نكمل مشوارنا وجولتنا في عملية التدمير لمنازل المواطنين في هذا المخيم الصامد يعني لم يتركوا حتى كبار السن لم يتركوا كبار السن أيضا شوفوا أو شاهدوا هذا الدمار شاهدوا هذا الدمار والتخريب المقصود أيضا المنزل يعني تدمير كامل يعني كما قلنا مشاهد حية ومباشرة لهذا العنفوان الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية في تدمير البيوت يعني هذا هو مقصود أن يدمر البيوت والمنازل حتى شاهدوا يعني غرف النوم أيضا لم تسلم يعني كل ما هو في داخل المنازل يتم تدميره بالكامل من كبار قوات الاحتلال وهذه نغمة إسرائيلية تعودنا أن تمارسها بحق أبناء شعبنا يعني أقول ما الذنب ما الذنب كوني فلسطيني كوني فلسطيني وباع دافع عن حق وهذه بلدي وهم أصلا المرتزقة ليس إحنا إحنا أصحاب الأرض ما زبطوا لا لا إحنا أصحاب الأرض وإحنا أصحاب الحق وإحنا هم يفشروا كل واحد من بلد بيجو هذا اللقطة اللقطين جايبينهم طب يعني عن جد يعني هذا الدمار وهذا القتل وهذا التخريب يعني هاي المرة الثانية أيضا تدمير المنزل يعني هل هذا يجعلكم تهاج يعني هي تؤكد رسالة إنكم راح تهاجلوا من الموت هين إحنا هنا بنيني كبير في دورنا وبنيني كبير في أرضنا فسروا هم يرحلوا ولا إحنا ما فسرت عناهم إحنا الحمد لله في دورنا وأرضنا أرض فلسطين هاي هم اللي مرتزقة هم اللي أجوا علينا من أيام زمان أقول لك أنا إحنا بنحمل بريطانيا بنحمل أمريكا اللي بنحملهم هم اللي عملوا بعد هم اللي عملون وعملوا بطن قومي لهم ما فسرت عناهم هم يطلوا إحنا الحمد لله إن شاء الله مستمرين مناطلين ونظلنا في دورنا مستحيل نطلع من دورنا ومستحيل نطلع من بلدنا حمد الله على سلامتكم الله يسلم يعني هذه الأنفاس التي تقول لن نخرج ولا نتهجر مرة أخرى يعني مستحيل أن نتهجر رغم كل هذا الدمار الشامي الذي تمارس كوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا المنزل المرة الثانية مسنين اثنين يقوم تدميرها إذن مشاهدين متابعين إذن مشاهد حية ومباشرة مشاهدين متابعين للتدمير لمنازل المواطنين في داخل هذا المخيم يعني هذه صورة مرعبة ومشاهد يعني حتى المسنين لم تتركهم كوات الاحتلال بل قامت بتدمير منازلهم وبيوتهم وكل مكان يجد فيه الاحتلال مرتعا للتدمير يقوم بتدميره بالكامل نعم هذا منزل شقيقه الشهيد مين جهاد عمارني هنا هذا منزل شقيقه منزل الشهيد منزل الشهيد عمارني يعني شهيد استشهد ماذا يريدونه من ذلك هذه المشاهد هذا هو هذه الممارسات الاحتلال الصغيلي وهذا الإجرام يعني شهيد ماذا يريدونه من منزله كمعني يعني هذه مشاهد تؤكد مدى الحقد والتفريغ لقوات الاحتلال لأبناء شعبنا حتى الشهداء وبيوت الشهداء لم تسلم من هذا الخراب والدمار في داخل البخيم يعني كما قلنا تدمير بالكامل لكل شيء في داخل أيضا والدة الشهيد والدة الشهيد عمارنا أيضا ندخل إلى هذا المنزل أيضا عاثوا فيه فسادا وتدميرا وكما قلنا أن رسالة المواطن الفلسطيني في داخل هذا المخيم بأننا صامدون لن نغادر هذا المخيم ولن تكون هناك هجرة أخرى صامدون على هذه الأرض رغم كل الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا يعني مشاهدين متابعين متواصلون معكم في هذه التغطية مباشرة من خلال شاشة الفجر الجديد لنتحدث ومشاهد هذه الصور التدمير كما قلنا للبنى التحتية المرافق الصحية الكهرباء المياه المنازل محلات تجارية وتفجير تفجير ممنهج وكما قلنا بيوت الشهداء لم تسلم العملية التفجير أيضا في داخل هذا المخيم يعني ماذا نقول حجة مرحبا نعم علينا أهلين يا خبتي الله يسلمكم يا رب يعني كيف كانت المشاهد والأصوات والرعب والخوف والدمار والقنابل الصوتية والتدمير والتفجيرات خلال اليومين والله مخيف يا أخوي والله العظيم أشتر من هيت رعوا ما شفنا بحياتنا أرعبونا وأرعبوا الأطفال ويعني جابونا الكلاب اللي عمرنا ما شفناها عجبوا فينا عجبوا يعني ما أكثرتوا تتحركوا طول ولا تتحركنا ولا شي حبسونا بغرفة جابونا الكلاب وتفتيش تفتيش تفتيش دك إشي رايح وشي جاي من أهل يهود تفجيرات طول الوقت تفجيرات كل الحارة كل الحارة اللي تلانا بالعياد وكله تفجيرات كله ولا أحل علينا إلا ما آخر إشي ما أجو ينسحبه الحمد لله على سلام الله يسلمك الحمد لله على سلامتكم إذن مشاهدين متابعين هذه شاهد حي ومباشر من مخيم نور شمس هذا منزل عريس عريس جديد يعني كما تحدثنا هناك شوفوا الشعارات التي تتركها أو يتركها قوة الاحتلال في داخل هذا المنزل الذي دمره بالكامل شعارات وأيضا نجمة إسرائيل على هذا المنزل وفي داخل هذا المنزل تحطيم بيوت تحطيم هنا كانوا يحتفلون في هذا المكان كانت قوات الاحتلال تحتفل يعني هنا كان يحتفل قوات الاحتلال تحتفل في هذا المكان سعيدة بهذا التدمير وهذه الطريقة الممنهجة لتدمير البيوت وأيضا هناك شعارات وأرقام وتخريب متعمد لقوات الاحتلال في داخل المنازل يعني هذه المشاهد كما قلنا في كل مرة تزداد إسرائيل عنفوانا شاهدوا من الكتابات والشعارات التي تكتب من قبل قوات الاحتلال قبيل مغادرتهم تفجير وكتابات والشعارات إسرائيلية على المنازل الموت للعرب الموت للعرب الموت للعرفين هل هذه واضحة الموت للعرب هذه شعارات الجيش الأخلاقي الذي يتدعى ويقول نتنياهب أنه جيش أخلاقي وإنساني يعني الموت للعرب هذا ما كتب من شعارات على منازل المواطنين يعني هنا تحطيم بيت العريس يعني الفرحة يقتلوها شاهدوا بيت العريس يعني الفرحة يقتلوها كمان بهذا الدمار والتدمير بيت عريس جديد يقوم تدميره بالكامل يعني لا ندري حزن وفرحة وكل ما نشاهده هو مؤلم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ليشاهد العالم هذه المشاهد يعني مذن بالاقترافة هو هذا العريس أن نقوم بتدمير منزله وبيته بعد أن بناه بشقاء أمره كما يقال بالعمية إذن هذا هو تدمير شامل صور مؤلمة كارثية في داخل المخيم ونقول للعالم انظروا إلى هذه المشاهد مرحبا الحمد للعسلام يا حجي يعني بيت عريس وأيضا منازل مواطنين رعب وتدمير كيف كان إفداء وإفداء الشباب هو صعب صعب بس إفداء وإفداء الشباب إفداء الشباب كل ياتهم شايف الدموع بعينيك يا حجي الدموع طبعا ألا الواحد هو يعني لو كان ما يتون بده يبكى إلو دموع في عينيه الحمد لله كيف كان اليومين كاملات خلال حصار المطبق كيف كان الانفجارات صوت الانفجارات والرعب اللي كان في داخل هذا المخير أطفالنا ونسائنا ورجالنا كمان طيب الرماهو كله رعب كله كله انفجارات قوية قوية يعني والله اللي بكوا يساووها وغير هم بالمهدات في البواب وفي الهداء اللي بكوا قاعدين يطلبشهم تدمير شامل تدمير تدمير عندي شفته تحت عندي نعم يعني هذا بيت عريس عريس هاي كله كله هايه كله طلع تلاجي طلع تلاجي طلع اللي شسمه هذا الشفات كله كله يعني طلع طلع تقوم اللي عنده من اللي بكان يجاينهم كلهن مطبشين طيب بيت عريس هتم تدميره بالكامل انت العريس طيب يعني عريس اسرائيل تريد ان تقتل الفرحة لك حتى وانت عريس ولكن هذا لن يثنينا نحن نعلم اننا شعب الجبارين يعني كيف كان عملية تدمير الليلة اللي بننزلك وهو حديث يعني انت بنيته بشك عمرك نحن مش بالدارة صندقينة نعم يعني حتى لو مش بالدار رغم هيك بيدمره بس بثنوناش ولا بيهزوا شعره لو شو ما يدمره لو يقيموا الدار كلها كله في ده الشباب في ده غزة احنا مش احسن من غزة يعني شهدنا قبل قليل ونحن في منطقة المنشية وايضا مناطق متعددة بان هناك شهدت مشاهد قلت لها قلت عنها بان هي الان انا موجود في غزة تدمير كامل وحفر تفجيرات كبيرة جدا في داخل المخيم يعني هنا غزة ولكن هنا مخيم نرشة بسنة نفس الاشي نفس غزة يعني الانفجارات الدمار اللي عملوه مش طبيعي غزة غزة العادي شو متوجه الرسالة اكيد اكيد فيه قلم ووجع رغم كل هالرعب ونحن نقول انه يعني هذا رسالة الكوات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية هو تهجير ابناء المخيمات مرة اخرى وتهجير الشعب الفلسطيني هل يريدون وهل هذا يعني يعطيكم اشارة بان تقوموا بالهجرة نتيجة هالعمال الدموية والانتقامية من ابناء شعبنا هاي سياسة ممنهجة من الاحتلال انه يهجر اهل المخيمات رغم منهم لاجئين وهاجروا من بلادهم رغم هيك لسه بدوا يهجرهم بس فشرت عينيهم فشرت عينيهم الحمد لله على السلامة الله يسلم فشرت عينيهم يعني هذه الكلمة يعني بتفشي الغل شوي لكن كما قلنا هذه مأساة الشعب الفلسطيني ولكن كما قلنا صامدون على هذه الارض لن يثنينا كما هي الشواهد في مخيم نور شمس لن يثنينا هذه الجرائم ولا هذا الاعتقال ولا هذا التدمير ولا هذا القتل والتدمير البنى التحتية يزيدنا اصرارا في التحدي ومواصلة المشوار في دحر الاحتلال نحن نواصل هذه التغطية المباشرة من خلال شاشة الفجر الجديد يعني ندخل من بيت لبيت لم يتركوا بيتا إلا وقاموا بتدمير هذا البيت وأيضا صورة مقيتة يعني تحدثينا شو اللي صار معكم على مدار يومين من الحصار المطبك والتدمير شامل لمعظم البيوت والله احنا كله طخ وعبوات ومش يعني يومين وحنا مش ما نامش نهائي نظلنا للصبح صحيح بس الليلة الليلة أنا سمعت خبطهم عن دار الشهيدة أنا أبو نهار بل شيني خبطوا في الهاي بالبيوت أنا عرفت أنه مرايحين يجوا علينا يعني حتى ما استنوش أنه عفتح الباب طبع كل بيوت اللي ورا فتوها كلها وأنا كنت أراقب في الموضوع يعني لما أجوا هنا فاتوا صاروا يخبطوا في الباب ما استنوا تفتحنا خلعوا كان أبوي معي أبوي عمرو 80 سنة ضربوا وزدتوا على الأرض يعني راسوا أجا في الحيط بعدين فوتوني أنا وأبوي بغرفة وسكروا علينا ومعنا جنود تنين وهم بلشوا يطبشوا وطلوا على بيوت دور أخوتي فوق وأنا يعني سامة التطبيش حتى بحكي لجنود ليش التطبيش هاد قال إحنا بحرب فتες لو إذا يعني بحرب يعني ليش بتطبشوا فينا يعني ليش بتطبشوا هيك قال لا أنت كل معاجة بد أحكي بأن طبعا هم بصيحوا وحسانة إنهم بيعرفوا كيف أنتوا بتعرفوا أن نحنا من نفوت على المخير حكاتل لكم نعرف يعني من واحدا واحد بيعرفوا ليش لبيوت ورا فش حدا ليش ورا يحين صالهم يمان فيش حدا طب كيف يعرفتوا أن نحنا فتنا تقول لهم نعرف من واحدا واحد بها اكيد راح نعرف بدي يشوفني ان انا يعني على التليجرام او اشي طب كيف كيف اجواء كانت الدمار وصوت التفجيل القنابل واتبادل اطلاق الرصاص وايضا الجرافات يعني مخيف كتير وصوت تسمع صوتهم يخلعوا في المحلات كتير مخيف يعني لو في اطفال عندنا هون عندي يعني كتير صار فيهم اذا البس عندنا بس والله من الحديد مبادل اليهودي حسيتها مكتئبة لا راضي تاكل ولا راضي تشأسموا من صوت التفجير وصوت صياحهم لو شوفت يعني همجيين يعني كتير كتير لكن في هذه المرة اكثر من الاقتحامات السابقة اه كتير دراوة واعنفة يعني ما بعرف يعني ينحكي لك احنا بحرب طب انتوا ليش Yas بدنا شباب ما فيش عندي شباب انا وابوي لحن ابوي عمرvik 8 سنين يعني انتم ليش ها بحرب احنا كل اشي اه ضربوا دربوا ابوي كتير يعني منهم 8 سنين حكتلوا ابوي عمرو 8 سنين يعني انتم بتضرب فيه ليش يعني طبعا بدي اجي احكي بصيح علي طبعا انا عندي يعني قوة شخصية كنت اجادلهم واحكي يعني معهم ما يهمنيش فيهم فطلعوا انا ما سام على صوت التخبيط طبعا انا كنت بلف اني حاطه هنا يعني في الهاي وانا حبسوني هناك حكتلوا بلفني مندرحوا تجيبوا بحكي لي ممنوع بطلعوا بس انا بعرف انو انتم بتاخدوا بتحطوا بجيابكم بتسركوا بتسركوا قال لا فيش منو هدا حكي بتقول لهم بلا انا سمعت انو انتو سرقين انا بدرح اجيب بلفن كان ممنوع تضلوا هاي ترا راحوا تنين اجا واحد هفين بدرح اشوف بلفني لا ياخدوا يعني رحت شفتوا يعني جبته يعني حكتلهم انتو انا بسمع انو انتو سرقين في ايش بتاخدوا بتحطوا بجيابكم قال فيش منو هدا الحكي حكتلهم بلا في من هذه الاخلاق والانسانية لدى الجيش الاسرائيل التي تعيها العكومة يعني هذه الصورة لأحد المواطنين في مخيم متوفي شاهدوا قوات الاحتلال ماذا تفعل تأخذ راحتها وتتغنى في داخل البيوت وايضا تعمل مراقص واغاني بداخل منازل المواطنين في داخل المخيم شوفوا المشاهد التي تفعلها قوات الاحتلال وكما قلنا هذه الانسانية وهذه اخلاق الجيش الاسرائيلي التي يدعي نتانياهو حكومة نتانياهو بانه لديه اخلاق يعني هذه الصور ومشاهد تؤكد مدى همجية الاحتلال في كل مرة نرى صور ومشاهد اكبر وتفنن للجيش الاسرائيلي في داخل مخيم نور شمس اذن مشاهدين متابعين يعني نعود الى الشارع الرئيسي لهذا المخيم ونشاهد مدى الدمار الشامل والكامل في هذا المخيم مشاهدين متابعين يعني كما قلنا هذه المنطقة تعرض لك كثير من الانفجارات والتدمير ايضا نشاهد الازمات التي اصبحت الان بعد يومين من الاغلاق ومنع المواطنين من الدخول او الخروج الى مدينة طول كريم لانه كان هناك حصار مطبق على الشارع الرئيسي نتيجة حصار مخيم نور شمس شلت الحركة بالكامل على مدار يومين وكما قلنا الان في هذه اللحظات تم بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من مخيم نور شمس نرى المشاهد والحركة بدأت تدب الحياة في داخل هذا المخيم وايضا في مدينة طول كريم بعد على مدار يومين من الحصار لهذا المخيم لكن المشاهد التي الاكثر دموية هو ان الاحتلال يقوم بممارسات تدميرية للمنازل والبيوت وايضا شبكات المياه والكهرباء والانترنت قامت بتدمير محلات تجارية وسحبها بالجنازير وايضا كما قلنا اعتقالات وضرب مواطنين وتكسير مواطنين ايضا خلال حملة الاعتقالات واستجابهم ميدانيا ونشاهد هنا مشاهدين متابعين بان المحال التجارية طبعا تعرضت لتدمير وبالاضافة كما نشاهد هنا تدمير واضح لمحلات تجارية على الشارع الرئيسي يعني صاحب محل احد المحلات يعني مشهد مؤلم جدا تدمير وقتل تدمير البنية التحتية محلات تجارية لا ذنب لها مجرد انتقام واحد من قبل كوات الاحتلال الاسرائيلي في كل مرة تمعن وتقتل وتدمر اكثر في كل مرة يعني محل انت كما يقال بالعامية شكل عمر ماذا تقول في هذا اليوم نقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال مما صار اشي صباط ما صار شهد الحمد لله رب العالمين والمال بتعوض الحمد لله رب العالمين يعني بدر الهدف الرئيس هو تهجير المواطن من مخيم نورسمس كما تدعى اسرائيل بهذه الاعمال وهذه عملية الانتقام من المحلات والبيوت والتدمير والقتل صحيح صحيح هم مشكلتهم الوحيدة بدهم الشعب يطلع من المخيم والمخيم صندين الحمد لله رب العالمين ما في حد راح يطلع شو في ضمار بالمحل يا بدر يعني خلعوا البواب الجبات شوية اغراض كسروا شوية اغراض يعني بس الحمد لله رب العالمين المال بتعوض الحمد لله الحمد لله على السلام وكما قلنا هناك المواطن المواطن يقول بأن هناك سرقات تمت من قبل قوات الاحتلال لمنازل دخلوه واقتحموها يعني صور ومشاهد تدمير لبيوت منازل المواطنين بالكامل مخلفات شاملة كبيرة في هذه المرة وكما قلنا هذا الاكتحام الأكبر لمخيم نور شمس على مدار سنة ونصف من الآن من عملية الاكتحامات المتواصلة تدمير للبنى التحتية للمنازل وكما قلنا لم يسلم شيء في هذا المخيم إلا وقامت قوات الاحتلال بتدميره بالإضافة مشاهدين متابعين بأن هناك شعارات شعارات كتبتها وكتبها قوات الاحتلال على منازل المواطن قبل خروجهم من ضمن هذه الشعارات اللي شاهدناها موت للعرفين الموت للعرب هذا هي الأخلاق الجيش الإسرائيلي كما تدعي حكومة نتنياهو وهذا هو التدمير لمنازل المواطنين ومشاهد حية مباشرة كما قلنا تقوم بتقدم جيش الاحتلال وتقوم بتدمير البيوت والمنازل لفسح المجال لكوات الراجلة الجيش الإسرائيلي الدخول إلى داخل المخيم وتدمير كل ما تراه أثناء دخولها أرض المخيم يعني تدمير شامل بيوت تم حرقها بالكامل تدميرها تفجيرها يعني هذه المشاهد كما قلنا اعتدنا أن نشاهدها ولكن اليوم مشاهد أكبر وأقوى في الاشتياحات السابقة والاكتحامات لمخيم نرشب استدمير كامل لبيوت منازل كمان محلات تجارية وبنى تحتية يعني الهدف الرئيسي كما قلنا لجيش الاحتلال من هذه الممارسات هو تفتيت الالتفاف والحاضن الشعبية مع المقاومة الفلسطينية في داخل هذا المخيم لكن كما قلنا يعني نحن نحن نتطلع دائما أن نرسل ونقدم هذه الرسالة والشواهد والصور مباشرة لجرائم الاحتلال بحق البشر والحجر والشجر في كل أرجاء هذا المخيم الذي طبعا ناله النصيب الأكبر من مواطنية التدمير والحرق للمنازل والمحلات التجارية يعني مشاهدي المتابعينا نرى هذا المشهد وهذا الدمار للمنازل أو لأحد المنازل المتواجدين أمامه كما قمنا في جولتنا في عملية نتحدث من بعض المواطنين نتحدث معك يعني تعطونا يعني تحكي لنا عن الوضع كيف كان اليوم عمدار يومين وضع مأساوي كيف كانت أصوات الانفجارات وأيضا الوضع اكتحام الجيش اكتحام الجيش يعني مش طبيعي إيش مش طبيعي انفجارات موكفتش طبعا الناس مش عارف تتحرك الناس مش عارف تنام الله يعني الشباب الأطفال والنساء وكبار السند أيضا يعني في ناس فاش عندهم أدوي أهم إيش كبار السند فاش عندهم أدوي أطفال الحمد للرب العالم هم سلامة شبابنا أهم إيش الحمد للرب العالم ولم يصبحوا لسيارة الإسعاف أيضاً بالدخول على مداري طبعاً لا كان سيارة الإسعاف تفوت إذا رجعوها وكان يتخوا عليهم سيارة الإسعاف يعني الوضع أنتم شايفينه صورته والوضع بدوش حكي يعني الصورة أحسن من الكلام الله يسلم إذن مشاهدي متابعينا مستمرين بهذه التغطية من خلال شاشة الفجر الجديد وهذا الدمار الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال بحصارها واكتحامها لمخيم نور شمس على مدار يومين بحصار مطبق هو الأكبر والأضخم منذ الاكتحامات المتواصلة لمخيمات الوطن وخاصة مخيم نور شمس التي تعرضها لخمس اكتحامات في أقل من أسبوعين وهذه صور ومشاهد للدمار الحاصل في داخل هذه البيوت والمنازل نتحدث مع الحجة كما نشاهد نتحدث عن هذه المشاهد المؤلمة والدمار لكن هذا لن يعطينا أو لن يعطي للمواطن الاستسلام يعني حجي الحمد لله على سلامتك كتش عمرك حجي والله يمكن يجي 75 وزيادة كيف يعني أنت كبير بالسن ولكن يعني أنت أكيد وكبت النكبة والنكسة يعني 48 67 يعني تسمع عن هذه النكبة طيب هل شاهدت بهذا المشهد وهذا الإجرام الإسرائيلي بمثل ما جرى في مخيم نور شمس عمري ما شفت هذا الإشي ولا صار ولا سمعت أبداً عمره ما صار هذا الإشي أبداً كيف كانت الليلتين خلال الاقتحام الإسرائيلي على مدار يومين كيف كان؟ شو مثل الزفت ولا ننام أنا نبنت ولا شو إحنا قاعدين مثل إيش ما ننامش والله ما مننام ولا أكل ولا شرب سلطة أيام لا أكل ولا شرب مطبخنا تدمر يقول لا غاز لا سلاجة لا غسالة لا ولا إيش أضاكم الدمر كل روج محجار أضاكم بالمطبخ وعشقوه نعم شهدنا ضمار للبيوت والمنازل والمحلات تجارية لكن يعني الخوف والرعب خلال يومين عجرية جاء عني مش قادر أوقف عجرية تشلب بعيد عنك وقعد هنا اليهودي وقام طاقيت وحطها على الطاولة يقول لي انتي خلا قتل أجرية قال لي أجيب إش دواء قتل لع قال لي أجيب إش كاسف قتل لع ولاد يجيبوا لكيسف قال لي وين الشباب اللي عندي قتل لهم يشتغلوا قال لي وين يشتغلوا قتلوا مصاع الكشوري قال لي أجيب إش كاسف قتل لع بديش كاسف بنتي نططت قل له مش حرام هش تعملوا دمر اللي والاختيارة مريضة بدعمليها كاسف شاي المطبخ كله دمر قال قولي للشباب الزباب اللي يعملوا مشاكل إحنا مناعمل اش مشاكل احتلت شباب قال الشباب اللي يعملوا مشاكل ما الخجناش فاتوا على الدار ما خلوا لاشانت ولا خلوا ورقة قالوا نفلوه وحطواه على الأرض بقومواك هم واحد بالدار هذيش هذا الذي فراج كله نفلوه وحطواهاشهان قدامه أبدا من المطبخ كله ما خ pizza كله extrapol ون يقصوا هم غيبوا يرجعواaba قلوا لهم يشتغلوا. قال بديهم مش يجوا قلت له لا يجوا. هم ينطوش كاسف وقلت لهم اه ينطوني كاسف ولا انا بجيب ليش كاسف حاجة. قلت له لا انا بديش كاسف. عندي ولادي يجيبوني كاسف. اه يقول لي بروح اجيب ليش ميات يشرب. قلت له لا. بديش اشرب مية. اه مثل هيش. والخوف والرعب هذا انا بجريه مش قادر احرق حالي. حتى ما في لا اطباء ولا يسمحوا لسيارة اسعاب بالدخول للمخيم. اه ما بيش لا سيارة ولا بيش ازالة هابط من اجريه. وثلاثة ايام حدر لاكل ولا شرب ولا كاسف شاي ولا اشي عايش على المياه. على المياه. اللي بديه السوي لكاسف شاي ما بيش غاز. المطبخ مدمر تعرفش تركب فوقه. اه كوم احجار تركب المطبخة فقل روح يشوفه. كوم احجار مدمر. بدون اكل ثلاثة ايام. انا والبنت لاكل ولا شرب. شو عمال. يعني هذا يا حجي اه من خلال الله يطول اللي بعمرك يعني هذا المشهد وهذا الاجرام وهذه الجرائم ترتكب حتى بحق المسنين قبلها قبل كاليد دخلنا على بيت. في مسنين ايضا تم تدميره بالكامل. مسنين يعني كبار بالسن ايضا. ايضا اه 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 عربات اه اله اه اه ذوي الاحتياجات الخاصة تم تدميرها. كتابات على اه اه على الواجهات البيوت والمنازل. موت العرابين الموت للعرب يعني. اه ماذا يريد الاحتلال من من هذا العمل الاجرامي بحق ابناء مخيم نور شمس يعني بديم نكتلونا يجتصد الدنيا ليه هم يعيشوا خلص بديم ندمرونا من مرة خراب علينا من مرة طلع لما دمروا المطبخ مش قادر أعمل كاسة شاي أبير ريقي مش دمر مش أنا أموت مش أنا بنتي لا أكل ولا شرب تصلت أيام اختيارها لا أكل ولا شرب فيش أكل فيش شرب بديم نستمر كاسة شاي أبير ريقي ما فيش ندمر كومح جرع الغاز شاي بدأ تفوت المطبخ تعمل بدون أكل هذا إحنا طيب هم الهدف الرئيسي بدهم يهجرونا من المخيم بدهم يهجرونا يقضوا علينا من مرة أنه تصفى الدنيا ليهم لحالهم ما هيش كل قصدهم يعني بدهم مش إينا نعيش ولا ساعة بدهم الدنيا لهم لحالهم ما يكفيش الثمانية واربعين أخذوها أخرى لاحق لنا هنا شو نعمل يعني مش طالع بيتنا حتجي اليوم شاهدنا مشاهد في مخيم نور شمس تحدثنا قبل قليل بعبر الشاشة وفي هذا الدمار الذي شاهدناه أنه هنا غزة مش بخيم بس نور شمس يعني ضمار شامل كما نشاهد على الشاشات بخية في غزة مضبوط الله يجبرهم الله يساعدهم برضه الله يساعدهم أنا مثال التيام بدون أكل وشوه صرنا مثلهم صرنا مثل بتاعين غزة وزيادة لما هذا تدمر المطبخ مش قادر أعمل كاسة شاي ولا نفوت نعمل أكل ولا إشي وأكل ما بيش حالتنا حالة الدكاكين مسكرة ما بيش ما صاري لوحد يشتروا بأكل نحن مدمرين حمد الله على سلامتك حجي الله يساعدنا حمد الله على سلام إذن لسان حال الحجي تقول بأن بأننا صامدون على هذه الأرض لن نتزحزح رغم الدمار والقتل وما نشاهده من رعب وخوف مستمرون منعوا الدواء ومنعا عنهم كل شيء خلال يومين من الحصار المطبخ وهذا الدمار يعني هذه صور لدمار يعني لا نستطيع والكلمات تعجز أن نتحدث عن هذا الدمار دمار شامل وكما قلنا مطبق وحصار أيضا نواصل مشوارنا في داخل هذا المنزل يريد تتبعونا نتوجه لمنزل أيضا تم تدميره كمان يعني في نفس هذا المنزل طابق ثاني أيضا تم تدميره من خلال ممارسات قوات الاحتلال على مدار يومين وكما قلنا هذه الصور ومشاهد مؤلمة جدا لما خلفته قوات الاحتلال أثناء اقتحامها الأضخم لمخيب نورشمس وتدمير كل شيء تدمير كل شيء يعني شاهدوا هذه المنازل التدمير الواضح في كل مكان تحدثنا عن البيوت والمنازل وأيضا محلات تجارية أيضا بنى تحتية مياه كهرباء اتصالات يعني كما نشاهد كما يمارس بغزة يمارس هنا يعني تكسير وتحطيم كل شيء في هذا المنزل كما نشاهد تدمير يعني ماذا يريد الاحتلال الصعيلي من هذه اللغة من هذا التدمير والتحطيم للمنازل وبيوت وغرف النوم وكل شيء في داخل المنازل يعني هذه الصور يندلها الجبين ودائما نقول دائما لسان حال المواطن في مخيم نرشمس يقول نحن نصامدون على هذه الأرض تحكي لنا شو صار معكم وينو عبا خالد عمار إذن نشوف روح نكدم لكم دماء عشان نتحدث من صاحب المنزل يعني يتفننون ويتفنن الاحتلال بعملية كما قلنا التعجيب والتدمير في داخلها يعني تحكي لنا شو جرى معكم خلال عملية الاتحام على مدار يومين من هذا الدمار وأيضا الرؤب اللي عشنا بسم الله اللهم صلى على سيدنا محمد يعني كان اشتياح هناك ثلاث أيام تقريبا أكثر حتة كانوا يكتحنوا الحارة ويعتقلوا عن جلب طرف فيش بيت اللي ما تخلوه في الحارة ويعتقلوا شباب يعني من سن 14-15 ويعتقلوا الشباب يعني عجبوا في البيوت اعتقلوا نساء نعم ويعتقلوا نساء وكانوا يربطوا الشباب طبعا ويحكقوا معهم ويعصبوهم يعني شيء ما عمرنا شفنا هذا الشيء إلا من الاحتلال الإسرائيلي يعني احنا من كل يوقفوا هاي الاعتقلات ويوقفوا الحارب ويوقفوا كل شيء ضمار على المخيم يعني المخيم ما بتحمل يعني كل البيت ضمروا فجروا بيته هنا عنا هذا البيت ولا شيء فيه فجروا خشت الواجهة على بيت امي طبعا وضمار يعني المطبخ اللي لها كمان كله ضمار يعني احنا من كل فدى الله وفدى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني خلاص لا بدنا دور يا عمي ولا بدناش بدنا رحمة الله وحسب الله نعمه الوكيل كمان ايضا يعني خلال جولتنا هناك تفزيل لمنازل بيوت وشوارع ومحلات تجارية ايضا في كل مرة يمعن اسرائيل وقواتها بالتدمير يعني هذا الاقتحام هو الخامس على مدار اسبوعين لمخيم نرشميس وايضا منذ سنة ونصف من عملية الاقتحامات هو الاضخم والاكبر دمارا في هذه المرة نعم نعم هذه المرة اكبر اشتياح كان الضفة طبعا مع المخيم تركريم مع مخيم نرشميس اكتحام كامل كامل يعني كل كواهم يستعملوا يعني يجب عليهم ان يوقفوا هذا التدمير والخراب يعني وإحنا منقول يعني شو بنا نساوي يعني حسب الله هو نعمه الوكيل يعني بكفق تخريب على المخيم والله مخيم مسكين هاي الناس كلها مائل هذنب يعني اطفال بعيشوا في الدار طلع زي ما انت شايف هاي اطفال يعني 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 اطفال غير الخوف الرعب طبعا غير الخوف الرعب يعني امي صفرانات وجبنا لها صيارة الاسعاف طبعا ومنعوا صيارة الاسعاف لا هذنب المشاهدين المتابعين نكتفي بهذا القدر اليوم في خلال جولتنا من خلال طبعا الصور والمشاهد التي شاهدناها من خلال جولتنا مع داخل مخيم نور شمس الذي طبعا شاهدنا كل أنواع التدمير والممارسات الإسرائيلية من بيوت ومنازل ومحلات تجارية وأيضا التدمير لكل شيء هذه المشاهد الحية في داخل المخيم لازلنا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس قبل حاوالي ساعتين من الآن ونحن نواصل هذه التغطية المباشرة وهذه الصور للتدمير للمنازل والبيوت وكل شيء في داخل هذا المخيم وكما قلنا العنفوان الأكبر والأضخم كان في هذه المرة لمخيم نور شمس تدمير بالكامل لمنازل وتفجير منازل وحرق منازل أيضا ومحلات تجارية هذا تدمير كامل ومقصود وممنهج من قبل قوات إسرائيل طب تحكينا شو صار معكم خلال يومين من الحصار والخوف الرعب من هذا المجري بالنسبة أنا عندي معاقين عندي زوجي برضو على العرباي وبغسل كلها فبصراحة على اللي بسمعوا انهم بعفوش حدا لا معاق ولا ولا كبار بالسن يعني والله شردت فيهم بآخر لحظة طلعنا فيهم على الاتصالات قالوا دمروا داركم لا ظليت لا وين ظل يعني الوضع اللي أنا فيه وين ظل فحسبي الله ونعم الوكيل خالته حسبي الله دمروا بيت باكملوك كله هاي تفضل شوفون برضو تعال هون صورين وشوف شوفون نعم يعني كما قلنا تدمير كامل للبيوت قلب كل شيء في داخل البيوت والمنازل تدمير وتكسير وتعطين طيب يعني كيف كان الليلتين كاملات ويومين كاملات ما حصار وهو الحصار الأشد على مخيم والله بالرعب والخوف بصراحة يعني أقول لك إنه الواحد بخافش والله بخاف كل واحد بخافها اللي عنده أنا بالنسبة للأشان المعاقين يعني يعني كبضيتها أنا برضو تعباني عند الكلب هيك وتعباني يعني زادوا همنا وزادوا وجعنا لكن بهمش بهمش هذا لما كوفدها فلسطين وفدها المقاومة وفدها كل شيء مليح الله يرضى عليكم يهون كل شيء أمام فلسطين أيوة آه والله والله يهون كل شيء قدام فلسطين الحمد للعسلام الله يسلم عمرك إذن مشاهدين متابعين نحن هنا وفي داخل هذا المخيم كما أشرنا تدمير ويعني اليوم وفي هذا الاجتياح كان هناك صور لمشاهد كارثية من داخل هذا المخيم الذي دمرت منازله وتم تفجيرها حرق المنازل أيضا خلع أبواب المحلات وتدميرها بالإضافة لقطع المياه والكهرباء والإنترنت وكل مقاومات الحياة في داخل هذا المخيم نتيجة هذا الاحتلال وهو الأضخم اقتحاما حتى هذه اللحظة